حركة حماس وجناحها العسكري المتمثل في كتائب القسام ليست ضمن المجموعات والتنظيمات الإرهابية بحسب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الأوروبية في لكسنبورغ الحكم صدر في جلسة علنية لنظر الطعون المقدمة من الحركة الفلسطينية ضد قرارات أصدرها الاتحاد الأوروبي بإدراج حماس وجناحها العسكري على قوائم التنظيمات الإرهابية لتصدر المحكمة حكمها لصالح حركة المقاومة الفلسطينية بإلغاء القرارات والمراسيم الأوروبية في هذا الصدد وعلى الرغم من أن الحكم لا ينطبق إلا على عدة قرارات صدرت خلال العام الماضي إلا أنه يعد سابقة قضائية ينبغي في رأي محلليين البناء عليها إذ أن الحكم يلغي هذه القرارات ما يعني أن جهدا قانونيا مماثلا قد يسقط العديد من القرارات الأخرى في قضايا مشابهة وبالتالي فإن الرفع عن قوائم المنظمات الإرهابية ربما يحتاج إلى نفس طويل وطعون متتالية على قرارات المجلس الأوروبي التي قد يعاد إصدارها بناء على العديد من الاعتبارات التي قد تكون بعضها سياسية وبحسب محامي حركة حماس أمام المحكمة الأوروبية فإن القرارات التي ألغتها المحكمة تفتقر إلى أي مبرر قانوني لإدراج الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية حيث أن إدراج أي جهة على هذه القوائم يستوجب وجود قرار قضائي من دولة من دول الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي لم يحدث بل إن القرارات الملغاة لم تخرج عن كونها معبرة عن مواقف سياسية هو حكم على درجة عالية من الأهمية ولا شك فحركة حماس بعد هذا الحكم سيكون لها أن تفتح مكاتب لها في أوروبا كما أنه يفتح الباب أمام الدول الأوروبية التي تريد التواصل السياسي مع حماس لبناء علاقات سياسية معها ما يعني أن نشوطا جيدا من الطريق نحو كسر الحصار السياسي عن الحركة قد قطع وأن الأمر مرهون ببذل مزيد من الجهود في هذا الشأن من أجل عكس الصورة لتنقلب لعبة الحصار على صانعيها في الكيان الصهيوني